موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكو في شرح الوحدة الثالثة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر الكتاب الأساسي الوحدة الثالثة بعنوان A funny thing happened شيء مضحك حدث ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد أحابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ انظر إلى الصور في الاسفل في صفحة الانترنت في صفحة الويب وناقش ما الذي يمكن أنه يحصل زي ما احنا شايفين صفحة الويب الموجودة عندي مكتوب يعني قصص مضحكة إذا كنت تبحث عن قصص مضحكة هذا هو الموقع بالنسبة لك مليء ب مليء ب يعني قصص حقيقية يعني من الحياة الواقعية فبالتالي يعني منشورة بواسطة القراءة أنت تستطيع أن تبحث تحت أو أسفل هذه العناوين بمعنى مصادفة يعني قصص حول أشياء أو أحداث غريبة وغير متوقعة وروابط غير متوقعة يعني سوء تفاهم قصص حول أو كيف أن الناس يكون لديهم فكرة خاطئة يعني معاني غير مقصودة قصص حول قول شيء وهو بالفعل أو ليس هو بالضبط ما الذي تعنيه يعني إنك تقول إشي وإنك تكون بتعني إشي تاني تماما فبالتالي بيحصل لهو سوء تفاهم أو لكي نعطيك تجربة قصيرة أو تجربة سريعة هذه ثلاثة من القصص الأخيرة المفضلة لدينا معناها المؤخرة يعني اللي صدرت مؤخرا في يوم من الأيام لاحظت أن بعض الموز والتي قد اشتريتها منذ أسبوع مضى يعني تصبح بنية اللون براون معناها بنية دعونا نعمل أو دعونا نقوم بعمل بعض كعك الموز لقد قلت لابنتي ذات الست سنوات فاطمة اسمها فاطمة لقد أخذت الكثير من الوقت ولكنها أبقت فاطمة مشغولة ولقد حظينا بالكثير من المرح عندما انتهوا لقد جربنا واحدة ولقد كانت بالفعل لذيذة لذلك اقترحت أن نأخذ واحدة لمستر عزيز الرجل العجوز الذي يعيش بجوارنا أو في المنزل المجاور عندما فتح مستر عزيز الباب قبل أن انطقى بكلمة فاطمة قالت له كان لدينا بعض الموز القديم that were going bad والذي كان سوف يفسد so instead of throwing them away لذا بدلا من رميهم we made them into a cake for you لقد صنعنا منهم كعكة لك I hope you like it أنا أتمنى أنك سوف تحبها نيجي للقصة الثانية A couple of years ago يعني منذ سنتين مضطة I was talking to an old school friend that I'd kept in touch with when she mentioned another person called Jan I was talking to an old school friend لقد كنت أتكلم إلى صديقة مدرسة قديمة that I'd kept in touch with والتي تواصلت أو بقيت على اتصال معها when she mentioned another person called Jan عندما ذكرت شخصا آخر اسمه Jan who had been in the same class as us والذي كان في نفس الفصل معنا neither of us had heard from here ولا واحدة منا قد تواصلت أو سمعت عنها or even thought about her أو حتى فكرت بها for over 10 years لمدة عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات I didn't give the conversation another thought until three days later أنا لم أفكر في المحادثة مرة أخرى حتى ثلاثة أيام أو منذ ثلاثة أيام مضط when I was working in London for two days عندما كنت أعمل في لندن لمدة يومين as I was traveling to the office بينما كنت أسافر إلى المكتب I saw a woman on the train لقد رأيت امرأة على القطار our eyes met and we seem to recognize each other أعيننا طلاقت ولقد بدأ أننا نتعرف إلى بعضنا البعض يعني بيعرفوا بعضهم البعض excuse me she said من فضلك أو لو سمحتي لقد قالت but are you Susan ولكن هل أنت Susan يعني هل اسمك اسمك هو Susan it was of course Jan لقد كانت بالتأكيد هي Jan as it turned out كما اتضح she was only visiting London for a few days لقد كانت فقط تزور لندن لعدة أيام and was about to return to Italy وكانت على وشك العودة لإيطاليا about to معناها على وشك where she had lived for over five years وهو المكان الذي كانت تعيش به منذ أكثر من خمس سنوات نيجي الألسي القصة الثالثة about three or four times a year حوالي ثلاث أو أربع مرات في السنة a company that I do some work for شركة والتي أقوم ببعض العمل لها organizes a day of meetings for those of us that work from home تنظم يوم للاجتماعات للأشخاص مثلنا الذين يعملون من المنزل they put us up يعني يستضيفوننا in a hotel and it's a good chance for colleagues who don't meet that often to catch up with each other وإنها فرصة جيدة للزملاء الذين لا يلتقون بشكل متكرر والمقابلة أو التقابل والتعرف على بعضهم البعض the last time this happened في آخر مرة ذلك قد حدث يعني حدث اللقاء I arrived at the hotel quite late لقد وصلت إلى الفندق في وقت متأخر and went straight to bed ولقد ذهبت مباشرة إلى السرير the next morning I walked into the breakfast room and saw my old colleague Dan في الصباح التالي لقد تمشيت إلى غرفة الإفطار ولقد رأيت صديقي القديم أو زميل القديم Dan a short man with a bald head رجل قصير برأس أصل standing with his back to me يقف أو يجلس وظهره لي good morning Dan I said لقد قلت له صباح الخير Dan patting him on the head in a friendly way مربطا على رأسه يعني بيضرب رأسه بضربات خفيفة بطريقة صديقة أو بطريقة لطيفة unfortunately لسوء الحظ the man who turned to face me wasn't Dan at all لسوء الحظ الرجل الذي التف وواجهني لم يكن Dan على الإطلاق but a complete stranger ولكنه شخص غريب بالكامل يعني لا أعرفه بتاتا to make things worse لكي أصنع أو لكي أجعل الأشياء بشكل أسوأ he was a rather formal man who didn't see the funny side of the situation لقد كان رجلا رسميا بشكل كبير والذي لم يرى الجانب المضحك من الوضع أو من الموقف I'm sorry to say that you may have made an error he said لقد قال أنا آسف لأخبرك أنك قد تكون قد قمت بخطأ طبعا هذه الصيغة هي صيغة مهذبة عشان نتكلم مع الأشخاص فبيقول له يعني هو بدي يوصل له فكرة أنه أنت رتكبت خطأ ولكن بطريقة مهذبة يعني حنقرأ الثلاث قصص طبعا احنا قرأناهم وحنشوف تحت أي عنوان ممكن تنطبق كل واحدة من الثلاثة زي ما احنا شايفين coincidence اللي هي الفقرة أو القصة B misunderstanding يعني سوء فهم الفقرة C unintended meaning يعني معنى غير مقصود الفقرة A لما الشخص أو لما البنت حكت له اللي هو الرجل العجوز اللي فتح لها الباب أنه احنا كان في عنا موز رح يخرب فإحنا خلنا وعملنا كيكالة إلا activity three match the words and the phrases from the stories with their meanings يعني حنوصل اللي هو التعبيرات مع معانيها one kept in touch يعني استمر في التواصل أو بقي على تواصل طبعا معناها stayed in contact يعني بقي على اتصال two mentioned بمعنى ذكر هي عبارة عن say something about يعني see say something about يعني قال شيئا عن ذكر شيء أو قال شيئا عن three patting بمعنى hitting gently يعني يربط أو يضرب بشكل لطيف four error بمعنى خطأ هي عبارة عن mistake يعني خطأ straight بمعنى مستقيم أو مباشر هي عبارة عن immediately يعني بشكل مباشر أو بشكل عاجل colleague بمعنى زميل هو عبارة عن معنى someone you work with يعني شخص تعمل معه bold بمعنى without hair يعني شخص أصلا أو بدون شعر stranger بمعنى غريب هي بمعنى someone you don't know يعني شخص ما أنت لا تعرفه activity four use the words and phrases in activity three to complete the sentences below حنستخدم الكلمات في activity three عشان نكمل هذه اللي هو الجمل بالكلمات المناسبة اللي بتتناسب مع معنى الجملة one while he was away عندما كان في الخارج أو مبتعدا he kept in touch with his family by email لقد بقي على تواصل معائلته بواسطة الإيميل two instead of stopping for a coffee بدلا من التوقف لتناول القهوة I went straight home لقد ذهبت مباشرة إلى المنزل three I remember she mentioned the name of a book yesterday أنا أتذكر أنها ذكرت اسم الكتاب البارحة but I can't remember the title ولكني لا أستطيع تذكر العنوان for she looks older than he is he looks older than he is because he is almost completely poor إنه يبدو أنه أكبر مما يبدو عليه أو مما يبدو لأنه تقريبا بالكامل أصلع يعني هو تقريبا أصلع بالكامل فبالتالي بيبدو أكبر من ما يبدو عليه five I've no idea who he was أنا ليس لدي أي فكرة عما أو من هو he was just a stranger لقد كان فقط شخصا غريبا six while I was batting my friend's cat it bit me بينما كنت أربط أو أضرب بلطف قطة صديقي لقد عضتني seven I see him every day أنا أراه كل يوم but he isn't a friend of mine ولكنه ليس صديقا لي he is just a colleague إنه فقط زميل eight it is hard to speak another language without making a single error إنه من الصعب تكلم لغة أخرى بدون عمل خطأ واحد أو بدون ارتكاب خطأ واحد حنعيد كتابة الجمل الموجودة عندنا وحنشطب الكلمات اللي بتقابل معاني لفريزة الفيربس اللي موجودة في الصندوق أول كلمة اللي هي أو أول فريزة الفيرب هو catch up يعني catch up معناها يلتقوا مع بعض أو يتكلموا ويتحدثوا مع بعضهم البعض put up بمعنى يستضيف أو يجعله يقيم عنده turned out أو turn out معناها يتضح أو يكتشف أول جملة لكن اكتشفنا أننا كنا في المدرسة مع بعضنا البعض فdiscovered بمعنى turned out يعني اتضح discovered معناها اكتشف يعني احنا اكتشفنا أنه كنا في المدرسة مع بعضهم البعض بنقدر نحكي بدلها it turned out that we'd been at school together لقد اتضح أننا كنا في المدرسة مع بعضنا البعض to بدل كلمة let him stay هنحط put him up so I let him stay in my flat يعني لقد جعلته يقيم في شقتي so I put him up in my flat لذا استضفته في شقتي طبعا بنفس المعنى three so having a meal together was a good chance to talk about news and events تناول وجبة مع بعضنا البعض كان فرصة جيدة للتحدث عن الأخبار والأحداث طبعا التحدث والطلاقي هو عبارة عن catch up يعني يتحدثوا مع بعضهم البعض catch up with each other يعني نتحدث أو نلتقي مع بعضنا البعض ونتحدث عن الأمور التي تتعلق بنا نحن عادة نسمع الناس يقولون it is a small world إنه عالم صغير isn't it أليس كذلك it is usually when they have just experienced one of those strange coincidence that seems to happen in nearly everyone's lives إنهم عادة يقولون ذلك عندما يجربون واحدة من المصادفات الغريبة التي تبدو أنها تحدث تقريبا في جميع حيوات أو في جميع حياة الناس you know the kind of thing أنت تعرف مثل النوع هذا الشيء you are on a holiday in another country أنت في إجازة في بلد آخر and you ran into a person you know from home وأنت تقابل صدفة أو تلتقي بالصدفة بشخص تعرفه من بلدتك الأم even though neither of you knew that the other was going there too مع أنكما كلاكما أي ولا واحد فيكما كان يعرف أنه سوف يذهب هناك فبالتالي يعني ما كانت يعرف أنه الشخص التاني رح يكون موجود في ذلك المكان فهذا النوع هو عبارة عن النوع من المصادفات الغريبة اللي بتواجه الناس في حياتهم people often think experiences like this are evidence of something mysterious happening الناس عادة يظنون أن تجارب مثل هذه هي عبارة عن دليل evidence على شيء غامض يحدث mysterious بمعنى غامض some kind of hidden plan outside our knowledge شيء أو نوع ما من خطة خفية خارج قدراتنا المعرفية أو فوق قدراتنا knowledge معناها معرفة أو قدرات the scientific explanation is less exciting التفسير العلمي هو أقل متعة and perhaps وربما that's why some people are reluctant to accept it ولذلك بعض أو ربما ذلك السبب في أن بعض الناس مترددين في قبوله طبعا إت هنا عايش بتعود على scientific explanation يعني على التفسير العلمي فبالتالي هما الناس مترددين في أنهم يقبلوا هذا التفسير coincidences are events that unexpectedly have been at the same time for no clear reason المصادفات هي عبارة عن حوادث والتي تكون غير متوقعة أو تحدث بشكل غير متوقع في نفس الوقت بدون سبب واضح or finding an unexpected connection between seemingly random things or people أو إيجاد روابط غير متوقعة أو غير متصورة بين أشياء تبدو أنها عشوائية أو ناس عشوائيين seemingly بمعنى يعني على ما يبدو أو ظاهريا random معناها بشكل عرضي أو عشوائي مثال مشهور جدا على الأخيرة إيش هي ذلطة؟ يعني آخر إيش تكلمنا عنه؟ يعني أنه يكون فيه رابط غير متوقع بين أشياء أو أناس عشوائيين فبالتالي هو التحدث مع شخص غريب عنك بالكامل a complete stranger يعني شخص لا تعرفه تماما وتجد أن لديكما نفس تاريخ الميلاد what are the chances of that happening؟ ما هي فرص حدوث ذلك؟ actually the chances are better than you might think في الحقيقة الفرص هي أفضل مما قد تعتقد ذلك أو مما قد تظن and there is a mathematical way to prove it وهناك طريقة حسابية لإثبات ذلك it has been calculated that the number of people you need to have a 50% chance of two of them sharing birthday is 23 لقد تم تقدير أو حساب النسبة أو عدد الناس الذين تحتاج إلى أن تمتلك نسبة 50% من اثنين منهم أن يتقاسموا أو يتشاركوا تاريخ الميلاد هو عبارة عن 23 شخص يعني إذا في 23 شخص في نسبة 50% أنه يكون اثنين منهم بتشاركوا نفس تاريخ الميلاد and when there are 48 people in a room وعندما يكون هناك 48 شخص في الغرفة the probability goes up to 95% الاحتمالية ترتفع إلى 95% to put it in another way لكي نضع ذلك بطريقة أخرى أو لنعبر عن ذلك بطريقة أخرى if there are only 50 people reading these words إذا كان هناك فقط خمسون شخصا يقرأ هذه الكلمات and I hope there are more وأنا آمل أنه هناك أشخاص أكثر one of them will almost certainly have the same birthday as me واحد منهم سوف يكون بالتأكيد لديه نفس تاريخ ميلادي the other part of the scientific explanation for coincidence is simply الجزء الآخر من التفسير العلمي للمصادفات هو ببساطة that there are so many events in people lives أنه هناك الكثير من الأحداث في حيوات الناس يعني في حياة الناس هناك الكثير من الأحداث just think of the number of people that you have had any kind of connection with during your life فقط فكر في أعداد الناس الذين قد حظيت معهم بأي نوع من التواصل خلال حياتك there are probably over ten thousand and the older you get the more there will be هناك تقريبا أكثر من عشرة آلاف شخص وكلما كبرت في العمر كلما زاد العدد if you are the kind of person who talks to strangers إذا كنت من نوع الأشخاص الذين يتكلمون إلى الغرباء you will definitely come across coincidences إذا كنت من نوع الأشخاص الذين يتحدثون مع الغرباء فبالتالي أنت بالتأكيد سوف تكون قد واجهت بالصدفة المصادفات basically when you think about how complex our lives are عندما تفكر في كم هي حيواتنا معقدة يعني كيف الحياة اللي احنا بنعيشها معقدة especially nowadays وخصوصا في هذه الأيام with the internet the only surprising thing is that coincidences don't happen more often مع وجود الإنترنت الشيء الوحيد المفاجئ هو ألا تحدث المصادفات بشكل أكبر activity one replace the underlined parts of the sentences with words or phrases from the text يعني حنبدل الكلمات اللي موجودة عندي ومحطوط تحتها خط في الجمل بكلمات من ذات المعنى اللي موجودة في النص one meet by chance يعني يقابل بالصدفة هي نفس معنى ran into ran into معناها يقابل بالصدفة two things that she knows يعني أشياء تعرفها knowledge المعرفة not willing يعني ليس بإرادته أو ليس مصمما reluctant يعني شخص متردد four the last one i mentioned يعني آخر واحدة ذكرتها the latter يعني الأخيرة five find by chance يعني وجد بالصدفة come across يعني وجد بالصدفة أو عثر عليه بالمصادفة activity two choose the best answer of the questions circle a or b or c one what do people mean when they say it's a small world ماذا يعني الناس عندما يقولون إنه عالم صغير ايش هو الجواب الإجابة c people's lives are more connected than they used to be حيوات الناس أو حياة الناس متصلة بشكل أكبر مما كانوا معتادين عليه two why does the writer think some people do not want to believe scientific explanations for strange coincidences لماذا يظن الكاتب أن بعض الناس لا يريدون الإيمان بالتفسيرات العلمية للمصادفات الغريبة الإجابة هي they prefer a more exciting explanation هم يفضلون تفسيرات أكثر إمتاعاً فبالتالي هذا التفسير أو التفسير العلمي is less exciting يعني أقل إمتاعاً أو أقل إثارة three if there are thirty people in a room إذا كان هناك ثلاثين شخص في غرفة what is the probability of two of them have the same birthday ما هي احتمالية أن يلتقوا أو اثنان منهم أن يكون لهما نفس تاريخ الميلاد طبعاً الاحتمالية هي a 55% or more يعني ستكون 55% أو أكثر four what is the writer's conclusion about coincidences ما هو استنتاج الكاتب عن المصادفات الإجابة هي they are not really surprising at all إنها ليست مفاجئة بشكل كامل على الإطلاق five what does the phrase the latter refer to إيش يعني أو على ماذا يعود اللي هو التعبير يعني الأخير إيش هو اللي كان قصده في الإش الأخير a finding unexpected connections يعني إيجاد روابط غير متوقعة وهو الإش اللي ذكره في الجملة السابقة ونوهنا له في الشرح period 3 period 3 بتتكلم عن الباست سيمبل والباست كونتينيواز إحنا شرحنا قبل هيك الباست سيمبل والباست كونتينيواز فرح نيجي الآن للشريح بعدها رح نيجي لشريح الوحدة أهلا وسهلا فيك وأصدقائي في درس جديد من شروحات قواعد اللغة الإنجليزية موضوعنا لليوم عن الباست سيمبل الماضي البسيط زمن الباست سيمبل من الأزمنة الأساسية في اللغة الإنجليزية اللي لازم الكل يعرفها هنتكلم عن الفورم الخاصة فيه عن التكوين تابعه هنتكلم عن استخداماته وحنتكلم عن النفي والسؤال الخاص بزمن الباست سيمبل أو الماضي البسيط وما تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتعملوا شير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وخلونا نبدأ موسيقى أولا بالنسبة للصيغة اللي بيجي عليها الباست سيمبل أو الماضي البسيط صيغة سهلة جدا أي pronoun أو subject موجود عندي يعني أيما يكون الفاعل سواء مفرد أو جمع بياخد الفاعل في التصريف الثاني ناخد مثال لقد تخرجت من الجامعة العام الماضي زي ما احنا ملاحظين الفاعل i الفاعل graduated في التصريف الثاني زي ما انتوا شايفين مضاف إلو في نهايته ed احنا عارفين أن الأفعال في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى قسمين أفعال regular منتظمة وأفعال irregular شاذة الأفعال المنتظمة بنحولها للتصريف الثاني والثالث بإضافة ed في نهاية الفعل زي ايش هذه الأفعال؟ زي فعل graduate بصير graduated play blade lock locked فإحنا بنضيف في نهاية الفعل ed عشان نحوله للتصريف الثاني أو الثالث والنوع الثاني اللي هي الأفعال الشاذة هذه الأفعال هي عبارة عن مجموعة من الأفعال اللي التصريف الثاني والثالث منها ما بيكون بإضافة ed يعني بنحوله في طريقة مختلفة زي ايش هذه الأفعال؟ زي الفعل go الماضي منه مثلا went الفعل fall الماضي منه fill الفعل get الماضي منه got فمجموعة الأفعال الشاذة هذه لازم احنا نحفظها احنا عملنا فيديو سابق بوضح تصريف الأفعال الشاذة تصريف الثاني والتصريف الثالث مع معاني هذه الأفعال ومرتبة بطريقة بتسهل الحفظ انا راح اعطلكوا رابط الفيديو في الوصف أسفل الفيديو فبتمنى جدا انكوا تطلوا عليه مثال ثاني he was in the kitchen he was in the kitchen زي ما احنا ملاحظين الفعل هو was بمعنى كان كان في المطبخ هو كان في المطبخ ايش هي الكيويرتز او الكلمات الدالة اللي بتدل على باست سيمبل يعني لما اشوفها في الجملة باعرف انه من المرجح اني هستخدم الباست سيمبل او الماضي البسيط في الجملة زي ما احنا ملاحظين اي كلمة من هذه الكلمات او اي كلمة بشكل عام بتدل على الزمن الماضي يعني حاجة حصلت في الزمن الماضي كانت موجودة في اي جملة فانا غالبا هستخدم الباست سيمبل او الماضي البسيط الان ايش هو استخدام الماضي البسيط للتعبير عن احداث حدثت وانتهت في الماضي يعني في عندي حدث صار في الماضي وانتهى فبالتالي انا بستخدم الباست سيمبل عشان اعبر عنه لقد تخرجت من الجامعة العام الماضي زي ما احنا ملاحظين هذا الحدث حصل في الماضي وانتهى وليس مستمرا في الوقت الحاضر نيجي لحالة النفي الخاصة بالباست سيمبل زي ما احنا بنعرف في حالة النفي في كل الازمنة نستخدم not ولكن بما انه فعل الباست سيمبل ما فيش له فعل مساعد فاحنا راح نجيب في حالة النفي فعل مساعد اللي هو did فبالتالي انا راح انفي بكلمة didn't او did not ولازم نرجع الفعل للتصريف الاول لانه انا استخدمت did في الجملة فبالتالي did كفعل مساعد بتدل على الزمن الماضي فبالتالي انا راح ارجع الفعل للتصريف الاول في حالة النفي في زمن الباست سيمبل او الماضي البسيط هذه الشغلة لازم نتبهلها منيح نيجي ناخد امثلة اعتقدت ان الاجابة صحيحة هي لم تعتقد ان الاجابة صحيحة زي ما بنلاحظ ضفنا كلمة didn't بعد الفاعل وحولنا الفعل من التصريف التاني للتصريف الاول يعني رجعنا للتصريف الاول ليش؟ لانه انا استخدمت didn't في الجملة وdid بتدل على الزمن الماضي فبالتالي انا برجع الفعل للتصريف الاول مثال تاني لقد حضيته بوقت رائع نفي منه انا لم احظى بوقت رائع زي ما احنا ملاحظين ضفنا didn't لجملة حولت هاد للتصريف الاول اللي هي have طيب لو كانت عندي was aware في الجملة احنا عارفينه ان was aware بيعتبروا فعل مساعد وممكن تيجي بفعل رئيسي بمعنى كان او كانوا فبالتالي في هاد الحالة فقط بنضيف not على الجملة نيجي ناخد مثال he was in the kitchen هو كان في المطبخ he wasn't in the kitchen يعني في هاد الحالة انا مش محتاج ان اضيف الفعل المساعد لانه انا اساسا في عندي فعل بيستخدم كفعل مساعد اللي هو was ولو انه جاي في الجملة كفعل اصلي بمعنى كان ولكن بما انه هو فعل مساعد وفعل اصلي في نفس الوقت فبالتالي انا بقدر اضيف له كلمة not وبتصير الجملة كلها منفية بتمنى انه تكون الامور واضحة اي سؤال بتمنى تكتبوه في التعليقات نيجي لحالة الاسئلة في ال yes or no question الاسئلة اللي بتكون ايجابتها اما بنعم او بلا ايضا هنستخدم فعل مساعد وهو did عشان نبدأ فيه الجملة وطبعا هنرجع الفعل لاصله بما ان استخدمت الفعل المساعد اللي هو did لانه بدل على الماضي فبالتالي هنرجع الفعل لاصله زي حالة النفي بالضبط مثال I finished my homework لقد انهيت واجبي زي ما قلنا هنبدأ السؤال بdid بعدها رح يجي الفاعل you بعدها الفعل رح نرجعه للتصريف الاصلي اللي هو finish بعدها رح نكمل باقي الجملة كما هو الاجابة بتكون اما بyes او no بعدها بيجي الفاعل بعدها بيجي did او didn't حسب الاجابة نيجي ناخد مثال تاني he went to school لقد ذهب الى المدرسة زي ما حكينا حندف did بعدها رح يجي الفاعل اللي هو he بعدها الفعل went رح نرجعه للتصريف الاساسي اللي هو الاصلي go بعدها رح نكمل باقي الجملة كما هي to school did he go to school هل ذهب الى المدرسة الاجابة رح تكون yes he did او no he didn't هذا هو الشكل تبع الاجابة اما yes او no بعدها رح يجي عندي الفاعل بعدها رح يجي عندي did اذا كانت الاجابة yes او didn't اذا كانت الاجابة no طيب اذا كانت موجودة was aware في الجملة كفعل اساسي ايش بنا نسوي في هذه الحالة في عمل الاسئلة في حالة وجود was aware كفعل اصلي فقط بنحطها في مقدمة السؤال مثال he was in class yesterday زي ما احنا شايفين الفعل الموجود عندي في الجملة هو was ما علي في هذه الحالة غير اني ابدل بين was والفاعل الموجود في اول الجملة he يعني بس بنحط كلمة was aware حسب الجملة بنحطها في بداية السؤال بتصير الجملة كلها عبعض سؤال yes or no question نيجي نشوف was he in the class yesterday زي ما احنا ملاحظين كل اللي سويناه انه عملنا مقص بين الفاعل والفاعل يعني الفاعل was صار في اول الجملة والفاعل صار بعدي تاني كلمة في الجملة وباقي الجملة بينزل كما هو الاجابة طبعا في هذه الحالة بتكون yes or no بعدها بيجي الفاعل بعدها بيجي الفاعل المساعد where او weren't او was او wasn't طبعا حسب الفاعل اذا كان الفاعل we او you او they رح تاخد where اذا كان الفاعل i او he او she او it رح ياخد was او wasn't في حالة النفي في حالة الwh question هذه هي ادوات السؤال الخاصة بالwh question موجودة امامكم مع المعاني الخاصة فيها بامكانكم تطلعوا عليها الان في حالة عمل الwh question هذه هي صيغة تبعت الwh question الموجودة عندنا في الباست سيمبل اول حاجة رح نبدأ في الwh word رح نبدأ في اداة السؤال بعدها الفعل المساعدة بعدها الفاعل بعدها الفعل في التصريف الاساسي يعني اصل الفعل بعدها تكملة السؤال نجي ناخد مثال i finished my work early انهيت عملي مبكرا لو بدنا نستخدم اداة السؤال when هيك رح يصير عند السؤال when did you finish your work متى انهيت عملك باللاحظ حطينا اداة السؤال في بداية الجملة الفاعل المساعد did بعدها الفاعل you بعدها الفاعل في التصريف الاساسي يعني رجعنا الفاعل finished للتصريف الاساسي finish بعدها بقي الجملة كما هو your work طبعا ما ذكرناش كلمة early لانه هي جواب السؤال لانه احنا بنسأله متى انهيت عملك فهو حيجاوب انهيت عملي مبكرا نجي ناخد كمان مثال he told me the truth قال لي الحقيقة زي ما احنا ملاحظين الفاعل told هو التصريف التاني التصريف الاول منه هو till فنجي نعمل سؤال بعدها السؤال what هنبدأ في أداة السؤال بعدها رح يجي الفاعل المساعد did بعدها الفاعل he بعدها هنرجع الفاعل told للفاعل الأصلي اللي هو till بعدها رح نكمل باقي الجملة كما هو طبعا مش هنذكر the truth في السؤال لانه هي عبارة عن الإجابة بسم الله أهلا و سالة فيكو أصدقائي في درس جديد من شرح قواعد اللغة الإنجليزية موضوعنا اليوم عن الباست كونتينيواس الماضي المستمر post continuous tense زمن مهم جدا من أزمنة اللغة الإنجليزية وبنستعمله بكثرة رح نعرف إمتى بنستعمله إيش هي الصيغة الخاصة في الباست كونتينيواز وإيش هي الكلمات اللي ممكن تدل عليه وحالات النفي والسؤال والآن عشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ الباست كونتينيواز الماضي المستمر حنبدأ أولا بالفورم أو الشكل زي ما إحنا شايفين هذه هي الصيغة الخاصة في الماضي المستمر نجي ناخد أمثلة قابلت زميلي علي بينما كنت أمشي إلى المدرسة لحظة ناخد مثال تاني بينما كنت أقوم بعملي أخي بدأ بعمل ضجة زي ما إحنا شايفين أيضا I was doing باست كونتينيواز نيجي لمثال ثالث I was walking when the accident happened كنت أمشي عندما حصل الحادث I was walking I الفعل المساعد was بعدها الفعل walking الفعل مضاف إلى ing نيجي الآن للكلمات الدالة أو الكي ويرتز اللي بتدل على الباست كونتينيواز while بينما when عندما as بينما yesterday at specific time البارحة في وقت محدد نيجي الآن لإستخدام الباست كونتينيواز نعرف لإيش بنستخدمه بنستخدم الباست كونتينيواز عشان نعبر عن حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي ثم جاء حدث آخر وقطعه يعني هو بيشبه زمن لبرزن كونتينيواز اللي بيحكي عن حدث كان يصير في هذه اللحظة الآن ولكن في الماضي فإحنا بنحكي عن حدث كان مستمر في وقت معين في نقطة معينة في الماضي وهذا هو المعنى اللي بتعبر عنه الأمثلة نيجي ناخد مثال I was reading yesterday at 8 p.m. when Ali came لقد كنت أقرأ البارحة الساعة الثامنة مساء عندما جاء علي لحظه حدث القراءة كان مستمر في وقت معين وتم قطعه بحدث آخر اللي هو مجيء علي فبالتالي الحدث المستمر في وقت معين في الماضي بنعبر عنه باستخدام الباست كونتينيواز أو الماضي المستمر طيب كيف ننفي الماضي المستمر نيجي لحالات النفي النفي سهل جدا وهو بإضافة not بعد الفعل المساعد was aware زي ما إحنا شايفين was aware بنضيف not بعدها بيجي الفعل مضاف إلو ing نيجي ناخد مثال نيجي ناخد مثال yes or no question سؤال إجابته بنعم أو بلا باستخدام الباست كونتينيواز الصيغة اللي موجودة عندي سهلة جدا was aware اللي هو الفعل المساعد بعدها بيجي subject الفاعل بعدها الفعل مضاف إلو ing بعدها تكملات الجملة نيجي ناخد مثال she was washing the dishes yesterday at 6 لقد كانت تغسل الصحون البارحة في الساعة السادسة كل ما علينا أن نبدل بين الفاعل والفعل المساعد يعني she was بتصير was she was she washing the dishes yesterday at 6 زي ما بنلاحظ باقي الجملة ما تغيرت نهائيا الفعل المساعد was والفاعل she بعدها الفعل مضاف إلو ing وباقي الجملة إجابة السؤال إما بتكون yes or no طبعا مع الفاعل بعدها بيجي ya was أو wasn't حسب إذا كان الفاعل مفرد aware أو weren't إذا كان الفاعل جمع نيجي الآن لحالات الwh question هذه هي أشهر أدوات الwh question في اللغة الإنجليزية مع معانيها نيجي الآن كيف نعمل wh question بنفس طريقة عمل سؤال yes or no question ولكن فقط الإضافة أنه بنضيف أداة السؤال wh question في بداية السؤال فالصيغة عندي wh question بعدها was aware بعدها الفاعل subject بعدها الverb مضاف إلو ing بعدها تكملة الجملة نيجي ناخد مثال I was watching TV yesterday when he came طبعاً هنختار أداة سؤال wh question مناسبة مثلاً أداة السؤال what بعدها راح نحط الفاعل المساعد where ليش حطينا where لأنه الفاعل اللي راح يجي بعديها اللي هو you صحيح أنه كان في الجملة الأولانية الفاعل I ولكن في السؤال لما أنا بدي أسأل شخص معين حيتحول من I إلى you what were you doing when he came بعدها بنحط الفاعل مضاف إلو ing بعدها تكملة الجملة فلازم ننتبه أنه لما يكون الفاعل I في الجملة لما نحوله لسؤال فبالتالي الفاعل راح يصير you والفاعل المساعد طبعاً راح يتغير من was إلى where نجي الآن للشرح one look at the examples then answer the questions below هنطلع على الأمثلة ونجاوب على الأسئلة اللي موجودة في الأسفل المثال الأول I arrived at the hotel quite late and went straight to bed لقد وصلت إلى الفندق متأخراً وثم ذهبت مباشرةً إلى السرير B I was talking to an old school friend when she mentioned another person called Jan لقد كنت أتحدث مع صديق مدرسة قديم عندما ذكرت شخصاً آخر يسمى Jan C it rained while I was walking to work لقد أمطرت بينما كنت أمشي إلى العمل one which example shows two complete actions أو two completed actions in the bus أي الأمثلة تظهر حدثين منتهيين في الماضي طبعاً المثال A لأنه عندي went في الباس symbol اللي هو بعبر عن أحداث انتهت في الماضي two which examples show one action that happened while another action was in progress أي الأمثلة تظهر أن هناك حدثاً حدث بينما كان هناك حدث آخر ما زال يتقدم أو ما زال يجري لهو المثال B و C بلاحظ أنه في المثال B و C عندي حدث في الباس كنتينيواص يعني كان مستمر وحدث في الباس symbol يعني حدث أو قطع هذا الحدث three which tense do we use for أي الأزمنة التي نستخدمها لي completed actions يعني أحداث منتهية طبعاً حنستخدم الباس symbol زي ما حكينا في الشرح uncompleted actions يعني أحداث غير منتهية حنستخدم الباس كنتينيواص الماضي المستمر activity two complete the sentences with the correct tense of the verbs in brackets باس سيمبل or باس كنتينيواص حنكمل الفراغات الموجودة عندي بالأفعال الموجودة في الأقواس وإما حنحطها في الباس سيمبل أو الباس كنتينيواص حنشوف هل الفعل اللي عندي هل بنفع أحطه في صيغة الباس كنتينيواص يعني الفعل اللي هو الماضي المستمر ولا هو الفعل انتهى في الماضي ومش مستمر يعني ما استمر لفترة معينة فبالتالي لازم أحطه في الباس سيمبل نيجي لوان لقد قلت له أو طلبت منه أن يأتي في وقت لاحق أو يعود في وقت لاحق لأنني كنت أعمل لاحظوا استخدمنا الفعل ask لأنه أنا سألته مرة واحدة أو قلت له مرة واحدة بينما الفعل working استخدمنا في الباس كنتينيواص was working لأنه كان بيعمل لأنه في ذلك الوقت كان ما زال يعمل يعني الفعل مستمر فبالتالي استخدمنا مع الباس كنتينيواص two he gave the right answer لقد أجاب أو أعطى الإجابة الصحيحة but the teacher didn't hear him ولكن المدرس لم يسمعه لاحظوا هنا ما استخدمتش الباس كنتينيواص لأنه الفعلين بيحتاجوا إنهم يكونوا في الباس simple three her mother asked her why she was crying أمها سألتها لماذا كانت تبكي طبعا فعل البكاء هنا كان مستمر وهي سألتها وهي قاعدة بتبكي four it rained while I was walking to work لقد أمطرت بينما كنت أذهب أو أمشي إلى العمل ففعل المشي كان إيش كان مستمر طيب المطر ممكن يكون المطر مستمر وممكن يكون حدث في فترة معينة وهو قاعد بيمشي لا العمل فبالتالي ممكن الإجابتين هنا يزبطوا ولكن الأفضل إنه نستخدم الباس سمبل الهواريند five she took a taxi to the station and arrived just in time لقد أخذت تاكسي إلى المحطة ولقد وصلت في الوقت المحدد حدثين انتهوا في الماضي six while he was looking around the room بينما كان ينظر حول الغرفة he heard someone coming لقد سمع شخصا ما آتيا فبالتالي استخدمنا was looking يعني ينظر فإلا أنه حدث مستمر في الماضي activity four look at the examples then complete the rules examples coincidences are strange أو coincidences are strange unexpected connections المصادفات غريبة حوادث أو روابط غير متوقعة the two men are co-founders of the university الرجلان هما شريكين في التأسيس الجامعة لاحظوا إنه لما نضيف اللي هو الإضافة على الكلمة اللي هي co- coincidence co-founder فهذا الإشي بيعمل أو بيعني أنه مع بعضهم البعض أو في رابطة أو في نفس الوقت فبالتالي لما ألاقي كلمة أوليتها حرف c والo يعني co فبالتالي أنا ممكن أخمن معناها أنه مشتركين مع بعض أو مع بعضهم البعض أو في نفس الوقت بنفس الطريقة miss understandings happen when people get the wrong idea سوء التفاهم يحدث عندما الناس يحصلون أو يفكرون بشكل خاطئ error has the same meaning as mistake الخطأ لديه نفس معنى كلمة mistake اللي هو معناها أيضا خطأ نيجي للقواعد one we use the prefix miss يعني بنستخدم اللي هو المقدمة miss to add the meaning wrongly or badly يعني wrong أو wrongly bad or badly يعني بشكل سيء فبالتالي take معناها يأخذ mistake معناها يأخذ بشكل خاطئ يعني عبارة عن خطأ understand معناها يفهم misunderstand معناها يسيء الفهم يعني يفهم بشكل خاطئ فبالتالي لما ألاقي كلمة فيها البريفكس اللي هو المقدمة miss فبالتالي أنا ممكن أستنتج أنه هذه الكلمة معناها أنه صار إشيء بشكل خاطئ أو بشكل سيء to we use the prefix co نستخدم المقدمة co to add the meaning of with together or at the same time عشان نضيف معنا مع أو مع بعضهم البعض أو في نفس الوقت يعني في حاجة بتصير في نفس الوقت أو مع بعضهم البعض فبالتالي co founders معناها إيش؟ معناها مؤسسين مع بعضهم البعض يعني مؤسسين متشاركين coincidence يعني مصادفات يعني أشياء في بناتها روابط أو أحداث في بناتها روابط يعني وبتحدث في نفس الوقت فبالتالي هذا الإشي ممكن أستنتجه من هذه اللي هو اللي هو عبارة عن مقدمات الكلمات حنضيف اللي هو الإضافات اللي تعلمناها co أو miss على الكلمات هذه عشاء ونكمل فيها الجمل عندي كلمة worker معناها عامل لما نضيف عليها كلمة co worker ما بتصير معناها زميل يعني زي كلمة colleague فبالتالي co worker معناها زميل يعني بيعمل معها عندي كلمة use أو use بمعنى يستعمل لو ضفنا عليها miss بالأول بتصير miss use يعني يسيء استعمال يعني أو يستعمل بشكل خاطئ زي ما حكينا عندي كلمة behave معناها يتصرف بشكل جيد miss behave معناها يسيء التصرف operation معناها اللي هو عملية co operation معناها التعاون pilot معناها طيار co pilot معناها مساعد طيار lead معناها يقود miss lead معناها يخدع heard معناها سمع miss heard معناها أساء السمع يعني لم يسمع بشكل جيد writer معناها كاتب co writer معناها كاتب مشارك أو مساعد للكاتب one she only gets angry when students misbehave in class هي فقط تصبح غاضبة عندما الطلاب يتصرفون بشكل سيء في الفصل two please keep phone conversations quiet to avoid disturbing your coworkers من فضلك أبقي محادثات الهاتف هادئة لكي تتجنب إزعاج زملائك co worker بمعنى زميل في العمل three students sometimes misuse words that look the same as a word in their own language but have a different meaning الطلاب عادة يسيئون استخدام الكلمات التي تبدو مشابهة لكلمة موجودة في لغتهم الخاصة ولكن بمعنى مختلف misuse معناها يسيئ استخدام for both their names are on the front of the book because they are the co writers كلا اسميهما موجود على مقدمة الكتاب لأنهما كاتبين متشاركين يعني هما التنين اللي كتبوا الكتاب five I thought he said he was from Australia لقد اعتقدت أنه قال أنه من أستراليا but I think I'm misheard because he is actually Austrian ولكني أظن أنني أسأت السمع أو لم أسمع بشكل جيد أو سمعت بشكل خاطئ لأنه في الحقيقة من من أستراليا اللي هي النمسا six cooperation يعني التعاون often gets better results than everyone working alone to solve a problem التعاون غالبا يؤدي إلى نتائج أفضل من أن يعمل الجميع مع بعضهم أو لوحدهم في حل المشكلة seven he flew the plane alone لقد طار بالطيارة وحده without a co pilot بدون مساعد طيار eight information in adverts isn't usually untrue المعلومات في الإعلانات هي ليست دائما خاطئة but it can mislead people and give them the wrong idea ولكن هي من الممكن أن تضلل الناس وتعطيهم الفكرة الخاطئة mislead معناها يضلل زي ما قلنا قبل هيك زي ما احنا شايفين بيريود فور بتتكلم عن الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام بسم الله أهلا وسهلا فيكو أصدقائي في شرح جديد من شروحات قواعد اللغة الإنجليزية موضوعنا اليوم عن الباست بيرفكت أو الماضي التام الماضي التام زمن مهم من أزمنة اللغة الإنجليزية رح نعرف إمتى بنستخدمه إيش هي الصيغة الخاصة فيه حالات النفي والسؤال وإيش هي الكلمات أو الكي ويرتز اللي بتدل عليه كل هذا وأكتر رح نعرفه بعد الإنترو فخليكم معنا أولا بالنسبة للفورم أو الصيغة الخاصة بالباست بيرفكت هي صيغة سهلة جدا الفاعل بعدها هاد سواء للمفرد أو الجمع الفعل المساعد بعدها الباست بارتسبل أو الفعل بالتصريف التالت زي ما إحنا شايفين صيغة سهلة جدا نيجي ناخد أمثلة عندما أتت آن جاك لم يكن هناك لقد غادر لاحظوا he had left الفاعل he had الفاعل المساعد left التصريف التالت من الفاعل leave نيجي الآن للكي ويرتز الخاصة بالباست بيرفكت أو الماضي التام after بعد before قبل until حتى when عندما because لأن زي ما إحنا شايفين هذه هي الكلمات الدالة على الباست بيرفكت نيجي لاستخدام الباست بيرفكت اليوس الباست بيرفكت بيستخدم للتعبير عن حدثين الحدثين صاروا في الزمن الماضي ولكن في حدث قبل الحدث الآخر وبيأثر على الحدث اللي رح ييجي بعديه فدائما الحدث الأقدم بنعبر عنه بالماضي التام أو الباست بيرفكت والحدث الأحدث أو اللي صار بعديه بنعبر عنه بالماضي البسيط الباست سيمبل فبالتالي إحنا غالبا بيكون في عنا حدثين الحدث الأقدم في الباست بيرفكت والحدث الأحدث بالباست سيمبل نيجي الآن لمثال عندما أتت أن جاك لم يكن هناك لقد غادر باللاحظ ان الحدث الاول لما اجت an حدث بعد ما غادر جاك لانه لما اجت an جاك كان غادر بالفعل فبالتالي للحدث الاقدم استخدمنا الباست بيرفك لقد غادر الحدث اللي اجي بعدي اللي هو قدوم an استخدمنا الو الباست سيمبل نيجي الان لحالة النفي حالة النفي سهلة جدا ما علي غير اني اضيف not بعد الفعل المساعد had وقبل الفعل في التصريف التالت الباست بارتسب نيجي لمثال لقد تعرضت لحادث أنا لم اتعرض لحادث فبكل بساطة بنضيف كلمة not بعد الفعل المساعد had الآن نجي لمقارنة بال dipsинов و الباست بيرفكت implement perfect المضارع التام و الباست بيرفكت الماضي التام بالنسبة للمضارع التام هو بيتكلم عن حدث حدث بالماضي ولكن له تأثير على الوقت الحاضر على المست بينما الباست بيرفكت بيحكي عن حدث حدث في الماضي وإله تأثير على حدث آخر حدث أيضا في الزمن الماضي يعني ما إلو صلة بالحاضر نهائيا نيجي نشوف الأمثلة أنا لست جائعا الآن لقد أكلت بالفعل زي ما إحنا شايفين استخدمنا لـ present perfect للدلالة على حدث إلو صلة أو علاقة في الوقت الحاضر وما في زمن محدد لوقوع الحدث فبالتالي شيء حدث في زمن غير محدد في الماضي I wasn't hungry at 1 p.m. I had already eaten أنا لم أكن جائعا الساعة الواحدة مساءا لقد كنت قد أكلت بالفعل زي ما إحنا شايفين بيوصف حدثين أحدهما حدث قبل الآخر والزمن محدد الآن نيجي للفرق بين الباست continuous والباست perfect الماضي المستمر والماضي التام I was eating when Bob came لقد كنت أكل عندما جاء بوب فباللاحظ إن استخدمنا الباست continuous الماضي المستمر ليصف حدث وقع أثناء وقوع حدث آخر عندما جاء بوب أنا كنت أكل نيجي الآن للباست perfect I had eaten when Bob came لقد كنت قد أكلت عندما جاء بوب لاحظوا إنه بيوصف حدث انتهى عند وقوع حدث آخر في الباست perfect لما يحدث الحدث الثاني الحدث الأول بيكون انتهى بالفعل بينما في الباست continuous الحدث بيكون لازال مستمرا نيجي نشوف الأمثلة بعدها حنكمل القواعد A. Some guests left when Samir arrived بعض الضيوف غادروا عندما جاء سمير B. Some guests were leaving when Samir arrived بعض الضيوف كانوا يغادرون عندما وصل سمير لاحظوا هنا عندي باست continuous يعني كانوا بيغادروا لما وصل سمير يعني لما وصل سمير كانوا هم قاعدين بيغادروا C. Some guests had left when Samir arrived بعض الضيوف كانوا قد غادروا بالفعل عندما وصل سمير فباللاحظ انه لما نستخدم الباست بيرفكت بيكون المعنى انه الحدث حدث قبل الحدث في الباست سمير Which sentence suggests that أي جملة تقترح ذلك One Samir was perhaps late سمير ربما كان متأخرا So there were some people he didn't meet لذلك كان هناك أشخاص لم يلتقي بهم يعني هم غادروا قبل E اللي هي الجملة C لأنه قلنا انه لما نستخدم الباست بيرفكت معناها ايش حصل قبل الحدث في الزمن الماضي البسيط اللي هو الباست سمير فبالتالي هم بعض الضيوف غادروا بالأول بعديها سمير وصل فبالتالي الجملة C بتعبر عن هذا المعنى يعني على الباب سمير وجد بعض الأشخاص قاعدين بيغادروا في الحفلة فبالتالي الجملة اللي بتدلع هذا الاشي هي الجملة B لأنه يعني الحدث كان مستمر يعني سمير شافهم وهم قاعدين بيغادروا يعني فيه أشخاص كانوا يستنوا سمير بس يجي ولما إجا غادروا سواء لأنهم بدهم يشوفوا يتكلموا معاه أو لأنهم ما بدهم يشوفوا فهم غادروا فوصل سمير وهم غادروا مباشرة يعني وصل سمير من هنا هم غادروا من هنا فهذا هو الاختلاف بين الثلاث جمال زي ما إحنا شايفين حنوصل بدايات الجمال مع النهايات يعني لقد شعرت بتحسن أكبر أو شعرت بشكل أفضل بعد أن أخذت الدواء لاحظوا آيد هنا آي والشرطة مع الدي هذا هو عبارة عن اختصار لآي هاد لأنه زي ما حكينا الباست بيرفكت بيتكون من آي اللي هو الضمير بعدها بيجي عندي اللي هو هاد والتصريف الثالث للفعل اللي هو تيكن فبالتالي هذا هو عبارة عن باست بيرفكت فبالتالي هو شعر بشكل جيد بعد أن أخذ الدواء يعني هو بالأول أخذ الدواء بعدها شعر بشكل جيد عشان هيك الزمن اللي حصل قبل لازم يكون في الباست بيرفكت والزمن اللي حصل بعديه بيكون بالباست سيمبل فبالتالي هذا الإشي لازم ننتبهله منيح لقد وجدت أنه من الصعب أن تفكر بشكل صافي أو جيد عندما كانت الموسيقى العالية أو الصاخبة تعزف فلاحظوا أنه استخدمنا الباست كونتينيواز في حدث قطعه في الزمن اللي هو الباست سيمبل اللي هو إنها كانت تحاول إنها تفكر بشكل واضح 3. As soon as I saw the photo بمجرد أن شاهدت الصورة I recognized who it was لقد تعرفت على من يكون 4. I took the book back to the library لقد أرجعت الكتاب إلى المكتبة 5. When I finished reading it بعدما أو عندما انتهيت من قراءته أيضا I'd هنا اختصار ل I had بيجي بعدها التصريف الثالث اللي هو finished يعني بعد ما قرأ اللي هو إيش هو الفعل السابق اللي هو الإقراية قرأ بالأول فاستخدمنا فيه اللي هو البريزنت الباست بيرفكت الماضي التام وبعديها رجعوا للمكتبة فاستخدمنا فيه اللي هو الفعل took اللي هو في الباست سيمبل 5. When I told them about my mistake عندما أخبرتهم عن خطأي They all laughed لقد ضحكوا جميعا 6. They didn't really understand هم حقا لم يفهموا Until she'd explained it twice حتى شرحت لهم مرتين لاحظوا she'd بمعنى she had يعني اختصار لshe had ويجي بعدها الفعل في التصريف الثالث اللي هو إكسبلين 7. They decided to go for a walk لقد قرروا الذهاب في نزهة يعني مشيا على الأقدام While the sun was shining بينما كانت الشمس طالعة أو مشرقة 8. When I arrived I knew immediately عندما وصلت لقد عرفت مباشرة That something strange was happening أن هناك شيء غريب يحدث فبالتالي هو عرف أنه فيه إشي قاعد بيصير في الوقت اللي وصل فيه يعني كان الإشي مازال مستمرا فبالتالي استخدمنا الباست كونتينيواز Activity 3 rewrite the sentences as single sentences يعني حنكتب الجمل الموجودة عندي كجملة واحدة وحنستخدم الزمن المناسب وحنستخدم الكلمات اللي موجودة أو الروابط اللي موجودة بين الأقواس عشان نربط الحدثين مع بعضهم البعض طبعا راح نستخدم الزمن في الزمن الماضي اللي هو المناسب إما الباست سيمبل يعني حدث حصل وانتهى إما الباست كونتينيواز يعني حدث كان مستمر لمدة معينة في الزمن الماضي ولا ربما قطعوا حدث تاني أو الباست بيرفكت يعني الماضي التام اللي هو بعبر عن حدث حدث قبل وقت معين في الزمن الماضي يعني قبل حدث الباست سيمبل نيجي الآن لأ one الجملة الأولى I left the key inside the house يعني أنا تركت المفتاح داخل المنزل I got home in the evening and realized the problem لقد وصلت في المساء في المساء وأدركت المشكلة طيب لاحظوا عندي إيش الحدث اللي حصل بالأول إنه هو ساب المفتاح في المنزل هذا حدث حدث في الماضي ومش مستمر يعني ما كان إش مستمر هو ساب المفتاح في ثانية واحدة فبالتالي مش حدث مستمر ولما وصل في الليل أدرك المشكلة أيضا مش حدث مستمر فبالتالي لما وصل أدرك المشكلة طيب لاحظوا إنه الحدث الأول اللي حصل عندي هو إيش هو إنه ساب المفاتيح في المنزل فبالتالي هذا هو الحدث اللي حدث بالأول فبالتالي لما يكون في عندي حدثين واحد فيهم حدث قبل التاني الحدث الأجدام دايما بنحطه في الباص فبالتالي إيش هنحكي عندما وصلت إلى المنزل في المساء أدركت أنني قد تركت المفتاح داخل المنزل فهيك أنا قدرت أربط هدولة الجملتين طبعا ممكن نقلب الجملتين ممكن نحكي I realized that I had left the key inside the house when I got home in the evening ما فيش عندي أي مشكلة لو قلبنا الجملتين ولكن لازم الحدث اللي حدث بالأول يكون في الباص بيرفكت واللي صار بعدي يكون في الباص سيمبل يعني ضرب الجرس الجميع ترك العمل وغادر المبنى يعني لما رأني الجرس الجميع إيش سوى تركوا عملهم وغادروا المبنى وحنستخدم as soon as يعني بمجرد أن as soon as the bill rang يعني بمجرد أن دق الجرس الجميع توقفوا عن العمل وغادروا المبنى فلاحظوا مع as soon as استخدمنا باص سيمبل في الجملتين ليش؟ لأنه ما فيش وقت كبير بين الحدثين يعني مجرد أنه الجرس run الجميع غادر وتوقف عن العمل فبالتالي استخدمنا باص سيمبل في الجملتين ما استخدمنا الباص بيرفكت لأن الباص بيرفكت لازم يكون في وقت معين بين الحدثين يعني لقد اتصل بي يعني أنا كنت في منتصف مشاهدة البرنامج التلفازي المفضل لدي فبالتالي لاحظوا أنه أنا في عندي هنا حدث مستمر يعني رح نستخدم له إيش؟ رح نستخدم له الباصد كونتينيواص والحدث الأول أنه اتصل فيه لو قطع الحدث تبع المشاهدة التلفاز فبالتالي حنستخدمه في الباص سيمبل أو حنحطه في الباص سيمبل حنستخدمها في الجملة لقد اتصل بي بينما أنا في منتصف مشاهدة برنامجي التلفازي المفضل طبعا ممكن نقلل بالجملتين ما فيش عندي أي مانع ولكن بعد دائما بيجي عندي اللي هو الباص كونتينيواص يعني زملائه أتوا لأخذه يعني لما إيجوا ياخدوا هو كان في منتصف أكل طعام الفطور يعني قاعد بيأكل هنستخدم وين؟ بنفس الطريقة رح نستخدم اللي هو فعل في الباص سيمبل وفعل في الباص كونتينيواص لقد كان في منتصف تناول وجبة الفطور عندما أتى رفاقه لكي يأخذوا لاحظوا يعني كان قاعد بيأكل يعني الفعل كان مستمر لما قطعوا فعل آخر في الباص سيمبل اللي هو لاحظوا كيم هنا عندنا في الباص سيمبل يعني التصريف الثاني لقد قضيت وقتا طويلا في دراسة هذه المادة لقد نجحت في الامتحان بسهولة يعني هو بالأول قضى وقت طويل في قراءة المادة أو دراسة المادة وبعديها نجح في الامتحان بسهولة لاحظوا أنه في عندي حدثين حدثوا في الزمن الماضي وفي بيناتهم وقت وبدأ استخدم بكوز فبالتالي الحدث الأقدم بنستخدم لإله اللي هو الباص بيرفكت أو الماضي التام والحدث اللي هو الجديد اللي صار بعديها رح نستخدم لإله الباص سيمبل فبالتالي بتصير الجملة يعني أنا نجحت في الامتحان لأني من قبل من زمان قضيت الكثير من الوقت في دراسة المادة فلاحظوا استخدمنا هادس بنت في الباص بيرفكت لأنه هذا الحدث حدث قبل الحدث التاني اللي هو النجاح في الامتحان فالدراسة سابقات النجاح ولاحظوا أنه هنا حكالي يعني هو قضى وقت طويل في الدراسة مش دراس ومباشرة نجاح وإلا كنستخدم لأنه لو حدثين بيحدثوا في وقت قصير بناتهم يعني مش وقت طويل بناتهم رح نستخدم التنين في الباص سيمبل في هذه الحالة في الماضي البسيط بس بما أنه في وقت بين هدولا الحدثين فبالتالي رح نستخدم واحد في الباص سيمبل اللي هو الجديد والقديم رح نستخدمه أو رح نحطه في الباص بيرفكت الماضي التام هنطلع على الأمثلة ونشتق القواعد لاحظوا في هذه الجملة استخدمنا الباص سيمبل والباص بيرفكت والباص كونتينيواز يعني التلاتة استخدمناهم في يوم من الأيام هو لاحظ يعني هذا اليوم كان في الزمن الماضي فبالتالي هو لاحظ يعني حدث في وقت معين في الماضي اللي هو الباص سيمبل إنه الموز اللي اشتراه من قبل أسبوع يعني حدث قبل حدث معين في الماضي فبالتالي استخدم الباص بيرفكت يعني استخدم الباص كونتينيواز لأنه هو لاحظ إنهم قاعدين بيتحولوا للون البنة يعني حدث مستمر بنفس الطريقة الجملة التانية كنت قاعد بتكلم مع صديق أو قاعدة بتكلم مع صديق مدرسة قديم فبالتالي هذا الحدث كان مستمر في الزمن الماضي يعني أنا حافظت أو استمرت بالتواصل معها منذ زمن عندما ذكرت شخصا آخر فبالتالي أنا من وقتاش متتواصل معها منذ زمن طويل فبالتالي والحدث اللي صار اللي قطع هذا الحدث اللي هو حدث الكلام اللي هو إنها ذكرت شخص تاني هذا حدث في الباص سيمبل لأنه حدث في الزمن الماضي في نقطة معينة مش مستمر نيجي نشوف القواعد يعني إيش هو الفعل الرئيسي في الجمل اللي موجودة عندي في الجملتين وإيش الفعلين التانيين اللي هم فقط بيدلوا على معلومات إضافية طبعا في الفعل الأول أو في الجملة الأولى الفعل هو noticed إنه لاحظ فهو لاحظ إنه الموز اللي اشتراه قاعد بيصير بني فبالتالي الفعل الرئيسي هو الملاحظة والأفعال التانية المساعدة اللي هي بتدل على الخلفية أو معلومات إضافية هي had bought where going الجملة التانية لاحظوا إنه الفعل الرئيسي هو mentioned اللي هو الفعل في الباص سيمبل أيضا بينما الفعل في الباص كونتينيواص والفعل في اللي هو الباص بيرفيكت عبارة عن أفعال إضافية زي ما حكينا الفعلين اللي هم عبارة عن الأفعال الرئيسية في الجملة هي عبارة عن أفعال في الباص سيمبل يعني في الماضي البسيط يعني زي ما إحنا شايفين هذه هي ترتيب الأفعال أول إشي بيجي عندي الفعل في الباص بيرفيكت اللي هو had bought أو had kept بعدها بيجي عندي الفعل اللي هو في الباص كونتينيواص بعدها بيقطعوا حدث اللي هو الباص سيمبل زي ما إحنا شايفين بيجي في نصه يعني حدث الباص سيمبل بيجي في وسط حدث الباص كونتينيواص زي ما شرحنا قبل هيك وكل هذه الأحداث هي عبارة عن أحداث بتحصل قبل الوقت الحالي اللي هو now يعني كل هذه الأحداث تحصل أو حصلت في الزمن الماضي حنكمل اللي هو الجمل اللي موجودة عندي بالفراغات بالأفعال الموجودة بين الأقواس وحنحطها في الزمن المناسب بينما كنا نتحدث لاحظوا استخدمنا الباص كونتينيواص لأنه حدث مستمر يعني لقد ذكرت شخصا ما والذي كان في فصلنا منذ أو عندما كنا في المدرسة لاحظوا عندي لقد أصبح مبللا خلال المشي لأن الجو كانت تمطر أن السماء كانت تمطر فالحدث مستمر يعني قبل ما إحنا نطلع عشان نمشي هو نسي في الباص بيرفكت اللي هو زمن حدث قبل فعل آخر في الماضي يعني حدث حدث قبل حدث آخر في الماضي يعني هو نسي يجيب شمسية قبل ما يطلع يمشي فبالتالي الدنيا كانت تمطر فبالتالي استخدمنا معاها الباص كونتينيواص والنسيان استخدمنا في الباص بيرفكت يعني اليوم السابق أو في اليوم السابق لقد وعدته أنني سوف أتصل به فبالتالي بما إنه حدث حدث قبل حدث آخر في الزمن الماضي فبالتالي استخدمنا إلى الباص بيرفكت لذلك أعطيته مكالمة سريعة بينما كنت أتناول طعامي بما إنه تناول الطعام حدث مستمر فبالتالي استخدمنا معا الباص كونتينيواص عندما دخلت الجميع كان يضحك يعني ربما أو بشكل محتمل بسبب أن شخصا ما قد قال نكتة لاحظوا استخدمنا هات جاست تولت اللي هو زمن الباص بيرفكت لأنه إشي أنا ما سمعتهش يعني إشي حصل في الزمن الماضي قبل ما أنا أصل لأنه لما أنا وصلت لقيت الجميع قاعدين بيضحكوا فهذا حدث مستمر فاستخدمنا الباص كونتينيواص ليش السبب؟ لأنه في حدث حكى نكتة قبل ما أنا أصل فبالتالي حدث حدث قبل حدث آخر في الماضي فبالتالي بنستخدم له الباص بيرفكت الماضي التام اعتقدت أن الكلب كان ينبح ليش؟ لأنه رأى شخصا آخر في الخارج ولكنه لم يكن أحد هناك زي ما احنا شايفين في الصورة في عنا شخصين شخص راكب سيارة رجل وامرأة ماشية في الشارع وبتأشر على كيس مرمي على الطريق وفي الصورة التانية بنلاحظ أنه هذا الشخص اللي كان موجود في السيارة بيقابل هذه الامرأة يعني بيجري معها مقابلة ما هي الرابطة بين هذه الصورة هنستمع لتفسير سميرة حول ما حدث في الموقف في النشاط الأول ما هي المصادفة أو ما هي كانت المصادفة يعني الشخص اللي حاور سميرة هو نفس الشخص اللي ألقى اللي هو غلاف الحلويات في الشارع حنستمع مرة تانية والرقم اللي هو ترتيب الأحداث زي ما إحنا شايفين بالترتيب اللي الصحيح اللي صار في القصة نيجي الآن للترتيب أول حاجة عندي سميرة كانت تمشي إلى المقابلة يعني كانت تمشي في الشارع ورايحها على المقابلة رجل صف سيارته وفتح النافذة لقد رمى أو أسقط غلاف حلويات من النافذة يعني إيش حصل بعدها في الجمرة الرابعة سميرة التقطته وعادته له لقد قالت شيئا للرجل لقد ذهبت لكي تتناول القهوة لقد دخلت إلى داخل غرفة المقابلة لقد تعرفت على الرجل مباشرة أو بسرعة لقد شعرت بالإحراج هو لم يقل أي شيء عن ما حدث سابقا استمرت المقابلة كالمعتاد أو كما هو أو بالشكل الطبيعي لقد سألها الأسئلة العادية الرجل صافحها وشكرها لقد كان يضحك ربما حصلت على العمل ولكنها لا تعرف بعد هذا هو الترتيب للأحداث في القصة سأكتب القصة سميرة سأكتب القصة سميرة زي ما شفنا في الأحداث اللي صارت في التمرين السابق عشان نوضح القصة عشان تكون القصة واضحة ومميزة لازم ننتبه للأزمنة اللي بنستخدم فيها الأفعال زي أيضا لازم نحط كلمات أو روابط بين الجمل بتدل على الوقت زي كلمة هذه الكلمات اللي بتدل على الوقت فبالتالي لازم نستخدمها كروابط في الجملة أو في الفقرات عشان تدل على ترتيب الأحداث خلال القصة زي ما احنا شايفين القصة مكتوبة أمامي والإجابة موجودة وهي نفس الأحداث اللي صارت عندي في التمرين السابق فأنا راح أسيب كوت اطلو على الحل اشتركوا في القصة زي ما احنا ملاحظين في عندي ثلاث أشخاص جالسين بيتناولوا طعام فبالتالي بيتناقشهم بعض واحد منهم ماسك ساعة ماذا تظن أنه حدث؟ لماذا تظن أن الرجلين مندهي شيء؟ زي ما احنا شوفنا في الصورة السابقة هذه هي اللي هو ترتيب الأحداث اللي موجودة عندي فإحنا بدنا نرتبها نرتب الأحداث اللي صارت بين الأشخاص الثلاثة فأول جملة بيحكي لي يعني منذ بعض الوقت لقد كنت أعمل في مدرسة في شمال إنجلترا ايش اللي صار بعديها؟ لقد خابلت مدرسا آخر هناك يدعى مارتن وأصبحنا أصدقاء جيدين ثري الحدث اللي صار بعديها لذلك دعوته أن يبقى مع عائلتي في الصيف أخي توم كان يجلس أو يقيم هناك أيضا في يوم ما على الفطور مارتن أخرج ساعة من جيبة سيكس توم رأىها وأخبره أو سأله إذا كان يستطيع أن يأخذ نظرة عن قرب للساعة طبعا سيفين لقد كنا جميعا مدهوشين عندما قال أنها اعتادت أن تكون ساعتها يعني الساعة هذه اللي مع مارتن اللي هو صديق الشخص المدرس اللي كان يشتغل في شمال إنجلترا لما راح على المنزل أخو كان بيملك نفس الساعة اللي كان بيملكها أو اللي قاعد بيملكها الآن المدرس لكي يثبت ذلك لكي يثبت ذلك لكي يثبت ذلك أخبرنا أنه أضعها على الشاطئ في العام الماضي مارتن بعد ذلك أخبرنا أنه وجد الساعة على نفس الشاطئ يعني الساعة كانت ضائعة من أخو المدرس توم ومارتن اللي هو صديقه لقاها على نفس الشاطئ يعني نحن تكتب قصتك الخاصة عن صدفة حدثت معك أو سوء تفاهم يعني ممكن تكون القصة حقيقية أو قصة مختلقة يعني قصة غير حقيقية أفكر حول هذه الأشياء قبل الكتابة من هم الأشخاص في القصة؟ ماذا حدث؟ أين ومتى؟ إيش هي الأزمنة اللي راح تستخدمها طبعا حسب وقت حدوث القصة؟ وإيش هي الروابط اللي راح تستخدمها في القصة عشان تدل على الوقت؟ زي ما احنا حكينا لازم نستخدم كل هاد الروابط اللي بتدل على الوقت واللي بتفيدنا في كتابة القصة زي ما احنا شايفين القصة موجودة أمامي فأنا راح أسيب كوة تطلو على الحل وطبعا راح ننزل نماذج على صفحتنا على الفيسبوك فبتمنى إنكم تنضموا لإلها والآن راح أسيبكو مع الحل حنيجي الآن لحل ميونيتس وان تو ثري يعني هذا هو عبارة عن الامتحان التقدمي يعني الامتحان اللي بناخده بعد أول ثلاث وحدة فاحنا الآن راح نحط لكم حل مباشرة وإذا عندكم أي سؤال فيه بتمنى تكتبوه في التعليقات سوف نجاوب عليه بإذن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد